وفي ذلك فليتنافس المتنافسون راوية حديثنا هي إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها من أشرف نساء كريش نسبا وصاحبة الرأي والمشورة وزي ما تعودنا مع كل صحابي وصحابية المفروض نعرف الإسم والنسب والقنية اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية القراشية أما أبوها فاسمه أبو أمية ابن المغيرة وكان من سادات كريش وكان جوادا كريما بيفكرنا بحاتم الطائي لكرمه الشديد اتعرف باسم زاد الرقب يعني إيه زاد الرقب؟ زاد يعني كل ما يحتاجه المسافر أثناء السفر من أكل وشرب وخلافه وكان أبو أمية ابن المغيرة لما بيطلع في أي رحلة السفر بيتحمل الزاد عن كل المسافرين فاكرين الاسم اللي نيده هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية القراشية أما كنيتها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه قبل البعثة النبوية تزوجت من عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي القراشي وعبد الله ابن عبد الأسد هو أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته برا بنت عبد المطالب أسلم معاً وهاجر معاً إلى الحبشة وهناك رزقهم الله بابنهما سلمة ومن هنا جات الكنية أم سلمة وأبو سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما سئلت أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه عن أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة إنه ليس أدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصاب الله فمن شاء أقام ومن شاء أذاف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الشك إن قلوبنا بين أصاب الرحمن يقلبهم كيف يشاء وده السبب الرئيسي إن أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فواجب علينا نقتلب الرسول صلى الله عليه وسلم ونكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعشان ما ننساش يا ريت نتبحها ونعلها في قضيتنا جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر